ميراث يا مولانا يجوز على مسلم وغير مسلم يعني لو أنا رجل وزوجته غير مسلمة تارث؟ هو لا توارث بين المسلم وغير المسلم كما في الحديث الشريف لا توارث بين أهل ملتين شتى ولكن ممكن المسلم لو عنده زوجة غير مسلمة ممكن يوصلها بحاجة ممكن يديها هبة في حياة عينه علشان يعني يظهر لها الامتنان أو يأمنها أو كذا إلى آخر وكله ده ما فيش فيه مانع إنما المانع الميراث الميراث أمر إلهي أمر ديني له شروط فهذه الشروط لو تحققت يارث ما تحققتش مش هيرث وكذلك بالعكس بالعكس يعني مش بنقول غير المسلم يارث من المسلم والمسلم يارث لا يارثني ولا أرث لك ما فيش مانع من يعني إظهار الامتنان بأي طريق آخر من الطرق غير التوارث حتة إن أنا أكتب أملاك هبة اللي هي حقي ولكن أنا بكتبها هربا من إن لما موت الفلوس دي تروح لأخويا لأختي مش عارف إيه لو أنا عندي بنات بس مثلا عندنا هنا مستويين المستوى الأول المستوى الظاهر يعني مستوى القضاء أنا كقاضي لما يرفع إلي حاجة زي كده هعتبر ده تصرف صحيح وفي مستوى آخر مستوى الأديانة يعني أمام الله ممكن إنسان يتحايل أنا كقاضي ما ليش غير الورق فبحكم عليه بالصح لكن أمام الله يبقى الإنسان آثم فاللي بيعمل كده تهربا من إعطاء الورثة حقوقهم أو إمعانا في حرمان الناس من حقوقهم وكذا إلى آخر من غير موجب ومن غير مسوق ده يأسم بذلك أمام الله وإن صحة المعاملة طيب ولو هو شايف أن أنا بناتي لوحدهم وحسبهم في الدنيا لوحدهم وأنا هم الفروس اللي معي دول أنا عايزة أديها لهم هم مثلا عمهم أو خالهم أو أعرفش يعني بتبقى زي ما يكون آه زي ما يكون هم ما شاء الله مرتاحين بس أنا عايزة أأمن بناتي يبقى بيعمل كده القصود هنا والنواية هي اللي بتحكم والأعمال بالنيات أنا هعمل كده علشان أأمن بناتي مش هعمل كده عشان قصد الإضرار بالورسة خلي بقى حرارك ممكن يبقى المقال واحد ممكن يبقى المقال واحد المقال إن الفلوس هتروح للبنات بس الباعث أو النية أو الحاجة اللي خلتني أعمل كده مختلفة أنا هنا عايزة أأمن بناتي بقى ناسي ما لهمش غيري في الوجود ودول مرتاحين ولذلك أنا قلت لحضرتك اللي يعمل كده من غير ما يكون وراء أصد صحيح ممكن يبقى قاسم